أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تواصل جهود الحملة الوطنية لتطعيم كوفيد 19 لسكان دولة الكويت لافتا إلى أن مجموعة جرعات لقاح كوفيد 19 المقدمة منذ بداية الحملة بلغ أكثر من مليوني جرعة وثلاثمائة وخمس وسبعين ألف وأربعمائة وخمس وخمسين جرعة وأضح الدكتور السند أن مجموعة عدد من تلقى جرعة واحدة أكثر من مليون واربعمائة واثنين وخمسين ألف ومائة وثمانية وأربعين شخصا فيما بلغ مجموعة من تلقى جرعتين اثنتين أكثر من تسعمائة وثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وسبعة أشخاص أيضا الدكتور عبدالله السند ثمن جهود القائمين على الحملة مشيدا بتعاون مختلف جهات الدولة ومؤكدا على تواصل الجهود وصولا إلى المناعة المجتمعية